ميد راديو لا راديو ميد راديو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الغيوب اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد لقد أصبح البحث في المقاصد الشرعية مناط عناية كبيرة عند الباحثين والدارسين وذليل ذلك كثرة القضايا والمسائل في مواقع الوجود الإنساني وفي كيفية استثمار العقل الأصولي المقاصدي لآليات النظر ومناهج البحث للجواب عن الأسئلة والوقائع التي ترتبط بالفرع أو بالكل أو بالحضارة ومن المعلوم أن الفقه له أهمية عظمى في المجتمع المسلم فهو العلم الذي يجيب عن مشاكلهم وهو العلم الذي ينظم شؤون حياتهم من عبادات ومعاملات وغيرهما فهو علم مرتبط ارتباطا قويا بحياة الناس واهتماماتهم من هنا جاء الترغيب الرباني للمؤمنين كي ينفروا من كل طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا بعد ذلك قومهم إذا رجعوا إليهم من أجل تصحيح المفاهيم والأخطاء وإرشاد الناس إلى منفعتهم ومصالحهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي لجميع المؤمنين أن ينفروا من أجل الدفاع عن وطنهم وعن أرضهم في وقت واحد فهل لا نفر من كل فرقة جماعة منهم ليتسنى لجملة المؤمنين تعلّم دين الله تعالى ببقاء طائفة أخرى منهم لهذا الغرض ولينذر الذين قعدوا للتفقه النافرين إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون غضب الله وعذابه هكذا يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة الجليلة فمن تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه يرشد إلى ذلك قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون وها هنا لطيفة بلاغية فقد جاء القرآن العظيم بصيغة لام الجحود ليؤكد النفي وهو خبر مستعمل في النهي فتأكيده يفيد تأكيد النهي أي كونه نهيا جازما يقتد التحريم كما قال العلماء ومن محاسن هذا البيان أنه أن قابل صيغة التحريد على الغزو بمثلها في التحريد على العلم إذا لاحظنا ذلك وتدبرنا حيث افتتحت صيغة تحريد الغزو بصيغة الجحود في قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب وافتتحت صيغة التحريد على العلم والتفقه بمثل ذلك في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة قوله ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم أي ليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من التفقه أن يرشدوا القوم وأن ينذرونهم نعم هذه غايتهم وتخصيصه بالذكر لأنه أهم ما في الأمر لهذا الفقه في الدين عبادة من أجل العبادات وقربة من أنفس القرى والواجب علينا أن نتعلم ديننا وهذا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب نعم ليتمكن المؤمن من عبادة ربه على بصيره وليتمكن كذلك من طاعته بفعل أوامره واجدنا بنواهيه من حيث الرغبة والرهبة عن بيناه والنصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامي السلف الصالح في الحظ على التعلم والتعليم هي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر أذكر بعدها على سبيل التذكير فقط لا على سبيل الإحاطة الله تعالى جعل أهل العلم من الشهداء على وحدانيته بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وفي ذلك من التزكية لهم ومن التنبيه على مقامهم في الدنيا والآخرة ما لا يخفى على لبيب في موضع آخر شهد الله تبارك وتعالى لأهل الفقه ولأهل العلم ويتكلم عن الفقه بالمعناه العام ووعدهم الجنة جميعا أرغم ما بينهم في التفاوت العظيم في الفهم والعمل فقال تعالى ثم أورتنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فضامن لهم الجنة وما ذلك إلا لأن العلم وسيلة العمل العلم لا بد منه كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل فالله سبحانه وتعالى يعبد بعلم في موضع ثالث من كتاب الله عز وجل يحكم الله تبارك وتعالى بأن من آتاه الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأشهر المفسرين على أن المراد بالحكمة الفقه والفهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين وفي الحديث ذكر رجلا أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها فالفقه في الدين هو الحكمة لأنه يدل على الصواب ولأنه يقرن الحكم بدليله ويرشد إلى وضع الأمور في مواضعها وأماكنها أما في السنة النبوية فالفقه في الدين علامة الخير وسبيل الجنة قال صلى الله عليه وسلم كما في البخار وغيره وهو في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين نعم من يرد الله به خيرا التنوين هنا للتكثير خيرا عظيما فقه في الدين فهمه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه الإمام مسلم وقال صلى الله عليه وأهله وسلم إن العلماء ورثثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ذينارا ولا ذرهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فمن هذه الأحاديث وغيرها يتضح أن العناية بالعلم الشرعي وبالتفقه في الدين مطلب قرآني ومطلب نبوي نعم وفيه خير كثير فهو يوصل إلى الجنة ومن أخذه فقد أخذ بأوفر حدوض الدنيا والآخرة وأخذ من وراثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان الأمر كذلك لنا أن نتساءل هل استطاع الفقه أن يربط مباحثه بالقيم الأساسية للمجتمع المسلم وهل قام بتأسيس المبادئ وتقويتها على هذه الأسس وهل يمكن لنا أن نستثمر منظومة القيم من الفقه خاصة مع الثورات العلمية والمعرفية والتقنية الحديثة ماذا يمكن أن يقدم الفقه للبشرية التي نعم تشتكي من الفقر الأخلاقي ومن غياب القيم إذ أصبح الإنسان أكثر عرضة للخطر من جميع المخلوقات الكونية مما يلزمها أن تبحث عن السبل لإنقاذ ما يمكن أن ينقذ مستعينة بما توصلت إليه من حقائق علمية أو معرفية هل استطاع الفقه أن يفعل الأصول العقائدية بنظمها نعم بنظمها وحمولاتها ودلالاتها وهل استطاع أن يفعل القيم الإسلامية الكبرى إلى معترك الحياة وواقع الناس أم أن الفقه ابتعد عن القيم الكبرى ومقاصد الشريعة واكتفى بالجواب عن الأسئلة التي يتلقاها المستفتي مجردة عن الكليات والمقاصد العظمى فإذا وقع ذلك فما السبب وكيف وقع وما هي السبل ليكون الدرس الشرعي والفقه الإسلامي بالخصوص نعم ليكون على ما ذكرنا ومرتبطا بالقيم الكبرى وأن ينظم مسائله ضمن هذه القيم التي نتحدث عنها هذه الموعظة وهذه المدارسة المتواضعة هي للنظر والاستحضار دلالات القيم في النصوص وما تقوم عليه من مقاصد وغايات كيف ينبغي للقضايا الفقهية التي تمثل للمسلمين المنظومة التعبدية والقانونية والتي تحكم النسق السلوكي والمعياري في حياة الفرض والجماعة كيف لها أن تواكب مسيرة الحياة التي تشهد تغيرات نعم هناك تغيرات كبرى في جميع مجالات الحياة من أخمص قدم الأمة إلى مفرق رأسها في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي العلاقات الدولية نعم أصبحت أنظمتها ومواثقها العالمية جزءا من النظم المحلية ومن ثم عندما أراد دوركايم السعية عندما أراد أن يسعى إلى استخدام علم الاجتماع كوسيلة لبناء نوع من الأخلاق الوضعية وجد نفسه أمام واقع لا يمكن القفز عليه وهو الواقع الذي يضع الظاهرة في قلب البشرية كما يقول هو يضع الظاهرة الدينية نعم إذن كيف لنا أن نستثمر الفقهة ليكون منسجبا مع القيم الكبرى هذا ما أحاوله في هذه المداخلة كي أبين أن المنهجية العلمية التي ينبغي أن نسلكها والتي ينبغي أن يكون الفقه مستحضرا للسياقات الشرعية الأخرى خاصة وقد برز نوع من الفهم للفقه قائما عن قصور في التعصيل وعدم فهم الواقع ظاهرية في التفسير وجهل بالحكم والتعليل وجهل وتجاهل للواقع عند التنزيل فقدموا فتاوى وأجوبة تتضمن فروعا بلا قواعد وجزئيات بلا مقاصد مغيبين المصالح وجالبين للمفاسد مما سبب وأنتج فوضى فكرية ومعرفية تحولت إلى نزاعات وجدالات تحولت إلى عنف استبحوا فيه الحرمات في مشهد غابت فيه الحكمة والرحمة زاده تعقيدا الاشتباه الحاصل في الأذهان بين نتائج القيم الغربية الديمقراطية وبين مقتضيات قيم الشريعة بين من يجعل المغالبة أصلا ومن الصراع وسيلة طبقا للمفهوم الغيلي الذي يقوم على التدمير للتعمير وهذا موضوع آخر ينبغي معالجته من الأبعاد الثلاثة من الضعف والقصور في فهم وإدراك الواقع من القصور في فهم كلي الواقع في الأحكام الشرعية إجمالا من قصور في سلوك المنهجية العلمية لاستنباط الأحكام بناء على العلاقة بين النصوص والمقاصد والواقع نعم مستمعي الكرام إن أبرز مشكلة يمكن أن نعاني منه اليوم أن كثيرا من المتدينين يعيشون أشكالا مختلفة من التدين الفقي حيث يستحضر ظاهر الفعل وشكله ثم يحكم عليه بالحلال أو الحرام لكنه لا يستحضر المقاصد الشرعية ولا يستحضر القيم التشريعية ولا يستحضر المقاصد الكلية للإسلام ورسخ ذلك الأجوبة السريعة التي يضطر إليها الفقهاء والعلماء يجيبون عن أسئلة يذكرون فقط الحكم الشرعي فالمقام يقتدي ذلك ولهذا من الإشكالات المفاهمية عند الدارسين أن يأخذ الدين دلالات وأبعاد عدة يتداخل فيها المقدس بالدنيوي والاجتماعي بالفرضي والمطلق والمتعالي بالتاريخ فالخطاب الفقهي يتجاوز الكشف عن الحلال والحرام إلى بناء قيم ومفاهمها ومفاهم عفوا أدركها الفقيه أم لم يدركها ومن المواقف التي جسدت لنا هذه النمطية وهذا الفهم الذي لم يكن على منهج القرآن وعلى منهج سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره بعض العلماء في قصة طريفة تلخص لنا مضمون الإشكالية قال كنت أتناول طعام العشاء مع صديقين من المتمسكين بقواعد الدين والفضيلة هذا كلامه وهذا أسلوبه أحكي ما قاله تناول الطعام مع صديقين تمسكا بدين الله عز وجل قال ثم حان موعد حلقة المصارعة التي تصيبني هو يقول بالغثيان يعني هو لا يميل إلى هذا النوع من الرياضة قال فجئت بأن الصديقين يتمتعان بالمشاهدة ويستمتعان بذلك ويأكلان بشهية غير عادية فسألتهما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا هل كان سيوافق على المصارعة الحرة فصارع صديقاي بالنفي أي بالتحريم فسألتهما عن السبب فقال لأن المصارعين لا يرتديان ملابس شرعية وهكذا يقول نسي الصديقان بطبيعة الحال نحن نأتي بالمثال لنصحح المفاهيم لا من أجل أن نحرم رياضة معينة هذا لا يخطر ببال فيقول نسي الصديقان أن المصارعة تحول الإنسان إلى كتلة من اللحم تتصارع مع كتلة أخرى بمنتهى الشراسة وهكذا تسود قوانين الغابة خالية تماما من أي مفاهيم إنسانية هو يقول هذا وهكذا ينظر إلى هذه الرياضة الآن نريد أن نستنبط العبرة من هذه القصة التي تضعنا أمام نموذجين من الفهم للدين ينحصل الأول في سياق الحلال والحرام ويمثله صديقاء الرجل الذي ذكر القصة والثاني في سياق القيم للدين ويمثله الحاكل الذي حكى القصة والذي يستحذر أن الدين منظومة من القيم الإنسانية التي تنبثق من التصور العام للاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض هذا التصور لا بد أن يصطدم مع اتجاه الأول الذي ينظر بمنظار الحلال والحرام والذي لا يملك تصورا شاملا وفلسفة عميقة تصرف العلاقة بين الإنسان ومجالات كينونيته التي يتقاطع فيها بمكونات الوجود الأخرى الحاصل والخلاصة أن الفقه عليه أن يربط الفقه ببعده القيمي ويكون هذا من حيث مراعاة الإنسان كقيمة عليا في أحكامه كما يشير إلى ذلك المفكر الأمريكي المسلم جيفري لانك عندما قال عندما أقرأ الآيات التي تحت على مكاتبة الرقيق وعلى عطق رقابهم فإني أستشعر مطالبتها لي بالمثل بأن أعمل على تحسين ظروف الطبقات الدنيا من العمال والمستأجرين ممن يمثلون الآن نفس ما كان يمثله العبيد تقريبا في الأزمنة الصابقة هكا ينظر إلى هذه الآيات من هذا البعد الذي يغيب عنا أحيانا هذا باختصار ما جعل فكرة لباس المصارع وجعل فكرة عورته جعلها حاضرة في جواب صديقي الحاكل القصة بينما غابت عنهما فكرة وحشية المصارعة غابت عنهم قضية غابت قضية الإنسانية فمن خلالها يمكن أن نسأل أسئلة كثيرة هل غيرنا يملك قيما حضارية هي أفضل منا الجواب بكل سهولة ليس التفوق الحضاري معيارا لامتلاك القيم وإنما الأفضلية تأتي من القدرة على تحويل القيم إلى واقع عملي في مختلف مجالات الحياة فإشكاليتنا أننا لم نستطع أن نحول القيم إلى واقع في الحياة وهذا يحتاج إلى تساؤلات مقاصدية فلسفية كبرى تحولها إلى ممارسات نعم النص ينبغي أن يتحول من الحكم إلى المقاصد نعم لا نقلل من قدر الحكم لا بد للمؤمن أن يعرف حكم الله من الحلال ومن الحرام ونظر لذيق الوقت سأضرب صفحا عن الكلام عن حقيقة الفقه الذي عرف وقصد به المعنى الشمولي فقها يفقه فقها وفقها وفقها فقها إذا فاهم وفقها إذا سبق غيره إلى الفقه وفقها إذا صار الفقه له سجية فهو مثلث الماضي وهو يدل على الفهم العميق لن نتحدث عن هذا عن جذوره وعن فاهمه وعن ذلالته فالفقه في المعنى القرآني والنبوي هو بالمعنى الشمولي الذي يستصحب القيم العقائدية والأخلاقية ويستصحب كذلك التكاليف والتكليفات العملية ويجعلها في نسق واحد في مرحلتها الأولى ثم يتحول إلى معنى أخص العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وذلك في المرحلة الأخيرة بسبب توسع العلوم الشرعية حيث احتاج كل علم إلى استقلالية عن العلوم الأخرى نعم منهجيا من حيث التعريف ولمضمون مع أن النص القرآني والنص النبوي يرسمان البعد القيمي الأخلاقي من الحكم الشرعي تأكيدا على البعد المقاصدي في خارطة التشري وينبغي أن نميز بين نموذجين في الحكم الشرعي بين الحكم وصورته وبين جانب يؤكد على مقصده وعلى روحه وعلى قيمه التشريعية ففي الجانب الأول أخذ التدوين الفقهي حظه الوفير تأليفا وتصنيفا وتهذيبا واختصارا ونظما إلى آخره في حين تأخر الجانب القيمي والبعد المقاصدي للتشريع الذي جاءت به النصوص التأسيسية أصالة بل ما وجد الحكم إلا لأجله فسؤال التشريع وفلسفة القيم من الإشكاليات الكبرى في بين قوسين مقاربة الفقه الإسلامي ولو أجرينا قراءة سريعة للنصوص عند تقرير الأحكام لوجدناها تؤكد وتقوم على القيم وعلى الأخلاق وعلى الحكم أيضا ومن الأمثلة على ذلك إذا تحدثنا عن أمهات العبادات ففي الصلاة الله تعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فالصلاة بعدها القيمي والمقاصدي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي لا تهيئ إقامة العدل عفوا هي التي تهيئ إقامة العدل تهيئ إقامة الحرية والإحسان والحقوق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون كذلك من مقاصد الصلاة إقامة ذكر الله تعالى ولهذا سميت بالصلاة فهي صيلة بين العبد وربه وهذا ما أكد عليه النص القرآني ولهذا أهل الله ساداتنا الصوفية لما تكلموا عن الصلاة قالوا ينبغي أن نتذبر أن القرآن العظيم حينما تحدث عنها جاء بلفظ الإقامة أقيم الصلاة والمقيم الصلاة أقيم الصلاة ليبين أن الذي يؤدي الصلاة حقا هو الذي يقيمها ولهذا حتى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يتساءل الناس أنه يصلي ولكن الصلاة لا تنهى عن فحشائه ومنكره لماذا؟ لأنه فرط فيما قبلها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد من أدائها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا صلوا كما رأيتموني أصلي ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني لم يقل صلوا كما أصلي لو قال صلوا كما أصلي ما استطاع أحدنا أن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال صلوا كما رأيتموني في الظاهر خذوا عني مناسككم في الظاهر أما أحواله وعبادته وعرفانه صلى الله عليه وسلم وخشوعه أن لنا أن نصل إلى ذلك فمن هنا فإن الصلاة هي إقامتها لما تكلم الله عز وجل عن الساهين وعين الغافلين قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أهل الله تعالى قالوا إقامة الصلاة هي القيام بأركانها وسننها ومنذوبتها ثم الغيبة عن شهودها برؤية من يصلى له لأن الغاية قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هكذا ينبغي أن نفهم العبادات وعبادة الصلاة تعلمنا النظام تعلمنا الاحترام تعلمنا المحبة تعلمنا تسوية الصفوف في قضية النظام تعلمنا المساواة لا فرق بين أحد نعم بين الغني والفقير بين الضعيف والقوي بين المسؤول وغير المسؤول الكل متوجه لله سبحانه وتعالى وحتى إذا أخطأ الإمام فإننا نصحح له ونحافظ على الجماعة بأدب فنقوله سبحان الله والمرأة لها كذلك مشاركة في هذا الباب ثم إن القلوب متجهة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا اتجهت القلوب ينبغي كذلك أن نتجه جميعا بقلب واحد إذا اتجهت الأجساد إلى القبلة لأن ذلك من شروط الصلاة فينبغي أن تتجه قلوبنا وأن تتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى هذه هي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها فالفقه المدون أخذ من النص وأقم الصلاة هل الأمر للوجوب أم لغير الوجوب ونحن الآن لا نقلل من قدر فقهائنا ولا نقلل من عملهم ومما خلفه لنا من ثروة العظيمة وإنما نؤكد بأنه استقلت العلوم منهجيا للضرورة ولكن لا ينبغي أن ننسى مقاصد الفقه مقاصد النصوص مقاصد العبادات مقاصد التشريع لا ينبغي أن يغيب عنا أن يغيب عنا ما ذكرنا من هذه القيم نعم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالنص يؤكد على أهمية الخشوع الذي يفعل قيمة العبادة وعليه تنتقل العبادة من الأداء والشكل إلى روحها إلى حقيقتها فأنت لا تصلي فقط وإنما تقوم بروح العبادة تشعر أنك واقف بين يدي الله عز وجل تقول الله أكبر فتشاهد كبرياءه تقوم بين يدي الله عز وجل فتشاهد قيوميته نعم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الإحسان فقال منظراه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدين ذي الثلاث خذقوا عوراك كما قال الإعلامة الكبير سيدي بن عاشر رحمه الله تعالى وسيدي بن عاشر نفسه لم تغيب عنه هذه المعاني بالمناسبة عفوا ونحن ذكرنا الإعلامة الكبير ذكر أولا العقيدة ثم مهد قبل العقيدة مهد بمقدمة علمية تبين للك حقائق كلام أهل الكلام وأهل التوحيد حتى تكون على بينة من أمرك واحتى لا يقع لك خلط بين العلوم بين الواجب مثلا عند علماء العقيدة وبين الواجب عند الفقهاء وبين الواجب عند غيرهم فمهد بمقدمة ثم تكلم عن العقيدة وبين ما يجب إله عز وجل وما يستحل في حقه سبحانه وتعالى إلى آخر من باحث العقيدة ثم بعد ذلك ثنى بماذا؟ بالعبادات فإذا الإنسان يقدم معرفة الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يثمر الطاعة يثمر العبادة فلهذا قال أول واجب على من كل فاهم ممكنان من نظرين أن يعرف الله والرسول بصفاته أول ما ينبغي أن يقدم أن يقدم الإنسان معرفة الله فمعرفة الآمر تقدم على معرفة الأوامر عندما تعرف الله تعالى حينها تستطيع أن تجله وأن تكبره وأن تعظمه سبحانه وتعالى وبعد ذلك تجد لذة وحلاوة وطاعة أو محبة في طاعة الله عز وجل فالعبادة حينها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى سعادة أبدية فبعد أن تكلم عن العبادات ختم بكتاب التصوف وهواد التعرف بكتاب السلوك إلى الله تعالى فالإنسان راحل إلى الله تعالى وأراد أن يبين أن الغاية من العلم أن لا يفتخر به الإنسان وأن لا يتكبر به الإنسان وأن لا يجعله فقط وسيلة لمصالح الدنيوية وإنما هو وسيلة لمعرفة الله وسيلة لعبادة الله تعالى ومن تم تكلم عن مقامات الدين عن الخوف عن التوكل عن الحب عن كذلك تكلم عن بعض الصفات التي ينبغي أن يتجنبها المؤمن كالعجب والتكبر والرياء فختم بهذا الكتاب من باب الخضوع لله ومن باب معرفة مقاصد وجودك لماذا أنت موجود فأنت عبد لله سبحانه وتعالى ربما تستغربون إذا قلت لكم حتى العلامة ابن أجروم فعل ذلك في رسالته التي تتكلم عن النحو في اللغة العربية رب سائل يقول وما علاقة القيم بالنحو العربي نعم ابن أجروم فعل هذا وذكر ذلك الشرح في إشارة تشم ولا تفرك بدأ ابن أجروم رحمه الله بالمرفوعات ثم ثن بالمنصوبات ثم ختم بالمخفوضات بدأ بالمرفوعات ليبين أنه من سلك طريق العلم فإن الله تعالى يرفعه ثم ثن بالمنصوبات من باب الإشارة والقوم لهم إشارات ينبغي فهمها في سياقها وسباقها ولحاقها ثن بالمنصوبات ليبين أن العلم يحتاج إلى نصب إذا تعب نعم يحتاج إلى صبر من يريد الله به خيرا ينفق في الدين وإنما العلم بالتعلم الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم ثم ختم بالمخفوضات نعم عبارة اختارها ابن أجروم هناك من يعبر بالمخفوضات وهناك من يعبر بغيرها نعم ليبين أن المؤمن عليه أن يتواضع وأن يخفض جناحه للمؤمنين والمؤمنات فإذا لا بد من استحضار هذه القيم في دراسة العلوم الشرعية وفي فهم النصر الشرعي قرآنا كان أو سنة مثلا في الصيام يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في الزكاة خذ من أموالهم صدقة ماذا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم نعم في قراءة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولدا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إذن خذ من أموالهم من هنا تبعيضية خذ بعض أموالهم ولا تأخذ كل الأموال خذ من أموالهم صدقة هكذا يقول القرآن العظيم صدقة تطهرهم وتزكيهم تصلحهم عن سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت بسبب المال وصل عليهم اعطف عليهم بالدعاء ترحم نعم إن صلاتك في قراءة سكن لهم تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويثقون بأن الله تعالى قبل ثوبتهم نعم ولهم تفاسير في هذا الباب وهناك قراءة تطهرهم بالرفع وقراءة بالسكون بالجزم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم نحن نقرأ تطهرهم إذن بالجزم على اعتبار أنها واقعة في جواب الأمر الذي هو خد إذن الصدقة لها مقاصد كذلك في الحج الحج أشهر المعلومات فمن فرد فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق قيم ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي للباب فهذه النصوص جميعها تؤكد على البعد الأخلاقي في منظومة التشريع وعليه فالعبادة كالشروط في تثبيت هذه الفضائل كما قال الإمام ابن رشد رحمه الله وإذا رجعنا مفتشين عن القيم في باب المعاملات لوجدنا مقاصدها في العدل وعدم الظلم وعدم أكل أموال الناس بالباطل وكذلك في حفظ الحقوق ودفع الضرر وهي مقاصد تقام عليها فلسفة الشريعة في الحلال والحرام في قضية المعاملات أو في جانب المعاملات وفي قسم المعاملات ومثل ذلك في الأبواب الفقهية هذا الأمر مضطرد أما السنة النبوية فتؤسس ذلك وتنزل هذه القيم في الواقع وفي سلوك الناس إذا قرأنا السنة المطهرة نجد البعد الأخلاقية والقيم الكونية نجدها كذلك منتشرة في كثير من النصوص وإن كانت وإن جاءت أكثر من القرآن لأن كتاب الله تعالى يهتم غالبا بالأصل التأسيسي الكلي ولهذا الأخلاق في المنظومة التشريعية هي البعد الغائي للتشريع وهي تنتظم ضمن الفلسفة المقاصدية للتشريع من خلال تأسيس المجال التنظيري الأخلاقي الجمالي الذي يتجل في المجال التطبيقي والأخلاق في السنة على بعدين بعد تنظيري تأسيسي وبعد تطبيقي عملي ولا يخفى على شريف علمكم أن وظيفة السنة النبوية إلى جانب القرآن أنها تفصل وتبين وتخصص وتقيد وتشرع نذكر مثالا من الواقع العملي في السنة فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دني بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا ما ما فقال أدنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك الآن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاوره قال لا والله جعلني الله فدك أو فداءك هكذا الرواية قال وللناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداءك قال وللناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال والله أو قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء تأملوا الآن لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة حلال أو حرام لو قال له إن الزنا حرام لبلغ رسالة الإسلام لكنه حاوره وذكر له مقاصد التشريه مقاصد تحريم الله عز وجل لهذه الجريمة العظمى لفاحشة الزنا فاستحضر أثر الفعل استحضر خطورته الأخلاقية مما يعني أن النصوص تعالج مشاكل واقعية وتعمل على تحريك القيم وتفعيلها مستصحبة قيمة الإنسان وأخلاقه وقيمة المحافظة على المجتمع والأمثلة في أفعال الصحابة كثيرة وكثيرة جدا ختاما أقول ما كان القصد أن ينتقل الفقه من الإجابة على القضايا المسؤولة عنها حلال أو حراما إلى التأسيس القيم وترسيخها من حيث الأحكام الفقهية العملية والتحدي أن ننتقل إلى إنتاج حلول للأزمات الواقعية والمستقبلية وللتأسيس للقيم الكلية فنحتاج اليوم إلى نظر كلي يراحض الواقع المستجد لتركيب الدليل مع تفاصيله وترتيب الأحكام على مقتضياته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته والله يقول الحق ويهدي السبيل وهما صد على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صفيت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد أقول الذي تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب العالمين رب العالمين رب العالمين